أفلح ونصلى على محمد وآل محمد اذكروا شهدائنا وأموتنا جميعا بثواب سورة المباركة الفاتحة نسبوقة بالصلاة على محمد وآل محمد الله صلى على محمد وآل محمد بهذه المناسبة الإليمة نقدم سماحة الشيخ أحمد العنصاري ليعرفنا على تفاصيل كثير من الأحداث التي نجهلها فاستقبلوه بصلاة على محمد وآل محمد الله صلى على محمد وآل محمد إلى الراحة الأنبياء ولو الصياء والشهداء والصالح أما تالى وليت الإسلام لقضاء حوائجنا تعديل أمورنا ظهور ولي أمرنا ما له حاجق لدنا الدعاء شفاء المرضى في كل أسرة أموات الحضور تعجيل الظهور رفع الأم والغم عن بلادنا عن مقدساتنا خاصة في النجف، في كربلا، في الكاظمين، في سامراء، في العراق، في لبنان، في إيران، في أفغان، في الخليج، في الحرمين الشريفين في كل مكان حفظ مراكزنا خاصة في بلاد المهجر هذا المكان إلى شهدائنا شهداء الحشد وضيوفهم وإلى المرحومة المتوفات والدة الأخوة الكرام الحاج علي ناصر وإخوته وأهله وذويه التي توفتها المنية ظهر هذا اليوم فإلى روحها الطاهرة وأموات الحضور جميعا شهدائنا جميعا رفع الهم والغم اللهم إليك أخذت القلوب مدة الأعناق وشخصت الأبصار ونقلت الأقدام وأنضيت الأبدان اللهم قد صرح مكنون الشمآن وجاشت مراجل الأبغان اللهم إنا نشكو إليك تشتت أهوائنا وكثرة عدونا وقلة عددنا ففرج عنا يا رب بفتح منك تعجله ونصر منك تعزه برحمتك يا أرحم الراحمين فإلى روح المتوفات وإلى شهدائنا جميعا خاصة شهداء الحشد ضيوفهم الحاج أبو مهدي الحاج سليماني جميعهم نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقمدهم برحمته وأن يعطي جميع المؤمنين المسلمين الصبر والسلوان خاصة في هذه الأيام يجعلنا من أهل الدعاء لدفع البلاء عن كل إنسان شريف وعن كل بلد حر خاصة في بلاد مهجرنا ندعو لأولادنا لشبابنا لناموسنا لبيوتنا فبالنبي وآله ولشرف عقيلة بني هاشم السيدة زينب سلام الله عليها التي تقارن ولادتها هذه الأيام وكان المفروض أنه تعقد مجالس الولادة وأنباءات عن ولادة هذه السيدة الجليلة فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من محبيها ومن سالكين طريقها بالنبي وآله إلى شرفها الشريف رحم الله من يقرأ الفاتحة مسبوغة بالصلاة على محمد وآل محمد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله يا حبيب الله وعلى آلك المعصومين الميامين الميامين المنتجبين الطيبين الطاهرين لا سيما من كان للرسول والرسول ولداء وللقرآن سنداء وللإسلام وللشيعة كهفان ومعتمدا صبط الرسول وقرة عين البتول الغريب بلا ناصر شهيد العراقين الضامي بين النغرين مولانا مولانا ومولى الكون أبا عبد الله الحسين يا حبيبي يا طبيبي يا طبيبي يا نور عيني يا حسين يا ابن أمي يا حسين 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 أحبابا ألا يلوذ له الفرايات شرابا ويبيت صغرانا يجاذبه النوى متوسدا جمر الجوال لهابا يرعى النجوم بطرفه وعيونه عبر تخط إلى الحبيب كتابا أحبيب روحي جد علي بنظرة لا تترك قلبي يذوب عذابها يرى فإذا لا حبا واصلوا زال الأسى وإذا جفا يا راو زرعوا الفؤاد حرايا لكن ترى لا يكن ترى ما حال من قد أيست أن تلتقي بحبيب غامض غايا ألا بيك يا يا باما رحل الحبيب رحل الحبيب وطرفه يعلو لغا والدمع جار حير الألبا يا يا باما لا تسألني عنهما لا تسألني عنهما ما سلكربلا لا تسألني عنهما سلكربلا عما قضى بفراق قيم لتجايا يا 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 واربا هي زينب هي زينب هي زينب هي زينب هي زينب وهو الحسين فطأطئون هاماتكم جل المصاب مصاب يا يا واربا فلقد رأت في كربل ويا ويا مصائبا أهل وصب منها فوق يذب الذاب منها الوقوف على الحسين وشيبه تخذ الدماء من الجبيين خضايا فهوت تغسل غواب بمدمع عينها يا قلب زينب كم حماية ويلت عذايا شبحت عيني على الحموة وذكرت البارحة ببالي رجالي رجال البارحة محزمين اللي لم طبر رجالي أشيد رمشي برمش صبري وقوة دمعتي تلالي بنهار خيالي ما شافه بليل وشافه وخيالي لا تقلي ليش لا تقلي ليش لا تقلي ليش ليش يعزي أنا بدمعتي تسايلة وليش عصابة براسة لا تقلي ليش لا تقلي ليش لا تقلي ليش يا نايم عثر وويلا التفتت إلى أمي صاحت صوت يا يم تعالي 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 أمين يا يم نعم وفكر بلاش سوايا يا آيات بحايا والله أشوف أنا شوف أشوف أخوتي مجتة الأقبال أشوف أخوتي يا آيات يا آيات يا آيات يا آيات اللهم عرفني نفسك فإنك إن لم تعرفني نفسك لم أعرف رسولك اللهم عرفني رسولك فإنك إن لم تعرفني رسولك لم أعرف حجتك اللهم عرفني حجتك فإنك إن لم تعرفني حجتك ظللت عن ديني اللهم كون لوليك ودليلاً وعيناً حتى تسلئه أرضاً ودمتعه فيها طويلاً في رحمتك يا أرحم الواحدين قال في محكم كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين يا أيها الذين آمنوا الآية الكريمة تبدأ بكلمة أو بنداء ملفت للنظر بحيث كل ما رأيت في القرآن الكريم كلمة آمنوا آمنوا فيتبادر الذهن إلى معاني كثيرة ليش ما قال يا أيها الذين أسلموا ويقولون هذه الآيات التي تتصدر تتصدر بالإيمان الندائي الإيمان المنادى يا أيها الذين آمنوا لها دور فعال في بناء النفس الإنساني هذا عدنا إيمان وعدنا إسلام الإسلام هو مجرد الإقرار بالشهادة هو مجرد نطق الشهادتين سواء بالفقه أم العقيدة شي تسوي هاي نطق الشهادة لما واحد يقول أشهد أن لا إله إلا الله أو أشهد أن محمد الرسول الله صلى الله عليه وسلم أو لا والله إذا ولد من من ينطقها شي يصير عنده يصير طاهر الطهر شنه هذا يقول لك الطهر أو الطهارة كل شيء طهارة جسدية طهارة نفسية طهارة معنوية طهارة هاي الطهارات اللي زين هاي المشكلة اللي عندنا إياها عدم الالتفات إلى الفقه وما يصنع بين الفقه الفقه الإسلامي شي سوي بنا المنحاطين الفقه والفقه ما يتجاوز خمس أحكام واجب ومستحب حرام ومكروه زين ومباح لكن مسيرة ومسلك الإنسان لما يأتي في هذه الأمور تشوف يتخذ طريق ماكو شيء من الحواس الخمسة بدائيا ماكو شيء من حركات الحواس من حركات الجسم إلا ولها تعلق بحكم من الأحكام الخمسة أو من هذه الأشياء التي تتوقف عليها الفقه لهذا يقولون كلمة الإسلام تطهر لكن أينما وجدت كلمة يا أيها الذين آمنوا فاعلم أنها تكلفك تكليف يعني ما تشوف بالقرآن الكريم مرة إجت يا أيها الذين آمنوا شلون كاملا ماكو شيء يا أيها الذين آمنوا إذا تأتي بالقرآن الكريم حتما فيها التكليف التكليف إما من باب الأمرية وإما من باب النهي إما أن ينهاك يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارة يقولوا لا والله تأمرك هذا الباب لما يطرح هاي الآية كمقدمة وريد أدخل بأشياء أخرى شد قل لنا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ما قالت يا أيها الذين أسلموا يا أيها المسلمون ما قالت أيها المؤمنون ليش لأن الإيمان هو الذي يكون في القلب مو بس لقلقة لسان يعني سممكن أنت واحد تشوف يقول لك أشهد أن لا إله الله أشهد أن محمد رسول الله مسلم صرت يوم أصن قل لي صرت مسلم لكن الشروط الأخرى التي تترتب علي وين تصير صير الإيمان لما تأتي لما تأتي إلى الإيمان تشوف فوارق الإيمان كثيرة وتحتاج إلى بناء عجيب غريب تحتاج إلى حتى هيكلية حتى تفهم عدك يعني هس في القرن العشرين واحد وعشرين اكتشفوا على أنه الإنسان خلايا اكتشفت بالمية بالألفين وتقريبا سباطعش أو ستعش على ما أذكر يقولون تقريبا فوق الميت خلية توجد في جسم الإنسان إلى الآن ما عارفين هاي الخلايا بهذه المدة وين كانت مضمومة عنها اللي ما شايفينها وما نعرفها هذه وحدة ثانيا ماذا تصنع هذه الخلايا ثالثا هل نعلمها أو نتعرف عليها حق المعرفة رابعا هل أنها كبقية الخلايا من الجسم تموت بالدقيقة وتحيا بالثواني تروح وتجي مو الخلايا الجسدية يقولون بالدقيقة تقريبا سبع من المئارات وخمسمائة مليون خلية تموت وبدالها تجي اليوم يقول لك بالثانية تقريبا يولد واحد أو اثنين ويموتون نفس الشيء بالدقيقة قريب من الثمانين إلى المئة نفر يولد زين ضعفهم يجي لعدد الدنيا ضعفهم مكانات أخرى يقتل ضعفهم مكانات أخرى يعني فرد فالتكوين عجيب غريب اللي احنا ما نعرف كثير من المخلوقات اللي حولنا ما نعرف كثير من الأجواء اللي احنا ساكنين فيها ما نعرف لهذا لما نأتي شويا ندقيق بالأمور نشوف لا بناء النفس الله مخليك بكل مكان أنت تقدر ترتب أمورك لهذا اليوم يقولون الإنسان اللي يريد يكمل نفسه هل أكو طرق لتكميل النفس يولا إلا أروح للعراق إلا أروح لعد المسجد إلا أروح لعد العالم إلا أروح لعد الكذا ليش هنا ما يصير وهنا يصير شين هالداعي وين الدواعي الموجودة ليش فلان صار أحسن هذا عنده مثل ما يقولون شامس وذاك ما عنده هذا عنده طريقة وذاك ما عنده وين لهذا لما تأتي إلى القرآن لما نأتي إلى أهل البيت لما نأتي إلى مسؤول التربية الإنسانية وهو محمد المصطفى صلى الله عليه وآله وآله بيته الكرام من خلال الكلام نشوف لا بناء الإنسان بناء شخصية الإنسان يقول تتأثر شخصية الإنسان وتبنى من ثلاث محاور من ثلاث طاقات من ثلاث أمور شنه هذا وحدة منهن الوراثة يريثها من أبوه لهذا قد تشوف إحنا عندنا أحاديث تؤكد على مسألة الزواج موجيت هنا شلون ما تريد تلعب لا أكو أم أكو أبو عندك اسألهم شوف أكو أشياء مو كل هذا إهمال هس عندك ابنك علمه قل فهمه وعيه وذا ما توعي أنت تخسر شقد إحنا علمنا أطفالنا شقد عندنا هذا الباب مثلا مفتوح لعد الأمور زين شقد أنا حابب ابني من يرجع لعد وطن لعد بلد أو يكون هنا بالوطن اللي هو انولد فيه باب المهجر باب المهجر هوايب أصلا هي الهجرة الهجرة من المعاني العالية في الإسلام والهجرة يقسموها على أقسام الهجرة المكانية من العراق جئت لهنا مكانك تغير ليش هاي ليش عدها شنه السبب وحدة من الأمور اللي الإنسان يهاجر لها الهجرة المكانية وبهم يقولون تستدرج فيها أيضا الهجرة الزمنية بعد زين عندك الهجرة العقائدية وبالأسف الشديد إحنا كمسلمين هجرتنا صارت بالتخلي عما عندنا فأنا عندي عادات ممكن بالعراق بإيران بالشرق الأوسط بالكذا عادات مو حلوة كثير من الأخوات كثير من الأخوات هنا يقلب عليها هي العادات بعضها لا مستحسنة بالدين بالتشريع بالحالة الاجتماعية اللي إحنا عندنا أكو عادات عندنا مثلا كثير من مجالسنا كثير من بيوتنا هناك قبل هسا ما ندري شاير ما صاير ما ندري زين لما يشوف أبوه يقوم مقابل جدة أو مقابل الشخص أو يحترم أو كذا أو أكو واحد خطار أكو واحد عم أكو واحد عم أكو والدة أكو بيبية أكو أبو أكو جد لما يشوفك أنت كيف تتصرف فحتما هو هما راح يلتزم بهات شي هنا أخو هاي القضايا ماكو تسلم عليها حتى ما يشيل حتى هاي بايهم هاي المشكلة اللي عندنا صايرة أسه كنا نعاني منها بس ما من تبهين ما من تبهين يا مو بس مو لا لا بكل مكان صايرة يعني حتى ليش لأنه عدنا مشكلة أخرى وهو المحيط وراثة ترث الشيء من شخص من بيئة من بيئة من عائلة من مجتمع الشيء الآخر المحيط اللي أنت تكبر فيه المحيط اللي أنت تكبر فيه بلاء ترى بعض الأحيان أنت ما منتبه تشوفه واحد يصلي يصوم وبالتمام ودعاء ما يطيح مثل ما يقول ومسبحته ما يطيح من إيده ما منتبه على أنه ابنه يمشي ويا من بنته تمشي معا مين هو يمشي معا مين هو شنة من أفكار عدة هل انسلخ بالحزبيات بالكذا بالأمور الشسمة بالقضايا الاقتصادية الحرام الحلال ما يفرق عنده لهذا يبتل الإنسان هذا من جملة الأشياء اللي تكون شخصية الإنسان المحيط اللي هو يعيش فيه بعض الأحيان المحيط ما يفيد وإنت ما تقدر تاخذ منه ممنوع زين إذا شفت إيج أنت تغلب عليه أنت سو شيء أنت جر الناس مو إلا دائما أنت تكون تابع بعض الأحيان الله مطيك طاقة كن متبوعا كن قائد أنت أنت تقدر تأثر على الآخرين وهذه هواي شفناها عد شباب عد جماعات عد ناس بهاي البلاد وببلادنا هناك وحدة من الأشياء اللي تجعل المحيط للإنسان محيط السلم زين هو ذكر التوحيد ذكر التوحيد مو تعال أي للتوحيد شم قسم توحيد الذاتي والصفاتي والأفعالي وال مثل ما يقول الخالقي ومثل ما يقول الرازقي ويقسمون لعد تسعة أقسام أو 11 قسم لا لا مو بس هذا الباب التعامل الحيوي بينك وبين زوجتك بينك وبين ابنك بينك وبين بنتك بينك وبين صديقك بينك وبين جارك مسيحي يهودي شنه بالله شقد تأثر عليك شقد يأثر عليك هو طبعا إذا يأثر عليك ما رح يأثر عليك بالدني أول يأثر عليك بالاجتماع بالله انت اجتماعيتك شقد دائما الشيء الآخر التربية من جملة الأشياء التي تخلي الإنسان يبني شخصيته يبني نفسيته يبني أموره هي التربية بالله منيا ما أخذها من أين يتربى تربى على الخير تربى على الشيء لهذا تشوف هذه متعاكسة يزيد عنده ابن معاوية معاوية ابن يزيد ابن معاوية كان عنده أستاذ محب لأهل البيت هذا في رواية تسعة أيام ما بق على الحكم في رواية أربعة أيام ما ضل على الحكم جدت أمة صرخت به قالت يا ليتك كنت كذا وكذا نجاسة يعني ما صرت يا ليتك كنت حيضة قال تركيني أقتل آل رسول الله وأجلس على منبر رسول الله ماذا تريدين مني زين ما إجوا قالوا الهبوية أنت هذا وين موديت العدياء مسجد العدياء شافوا لا الأستاذ المربي مال زين لهذا بعض الأحيان الإنسان أو تجلعد بعض المشركين مصعب بن عمير أهله كانوا من الأثرياء هو كان جميل وسيم حتى اللباس ما لا يحسد عليه شاب يحسد على حتى لباسه يقول هذا من شاف النبي وأسلم أهل طردو صار من أهل الصفة ذي ذول اللي بزاوية من المسجد حطوهم مكان وينامون بي وياكلون في يهل يشتغل أو يلقى شغل لما يلقى لشغل أو شي يقسم مع جماعته مو مثل خمسة أيام ست أيام يطونك حقوق رأسا قبل العامل من يشتغل يطونع أجرته فيجيب هالكل كل واحد منهم اليوم إذا حصل شغل يجي يتقاسم لقمته وخبسته مثل ما يقولون مع الآخرين هذا تركوه أهله طردو أهله كان من المبلغين من أوائل المبلغين للإسلام وكان من الشهداء في يوم أحده شاب زي فقالوا شنه الغاية اللي ترك أهله ترك النعيم وإجل عند هذا الذل قالوا فانظروا من يصاحب شافوا بعض أصحاب عجيبين غريبين عجيبين غريبين هذول وهم لا يتعطون الخمر لا يتعطون الحرام لا يتعطون لا يتعطون زي أحد أصحاب النبي عثمان ابن مضعون عثمان ابن مضعون آخاه أمير المؤمنين سم ابن عثمان ابن علي ابن أبي طالب وبالزيارة زيارة الناحية وزيارة الإمام الحج لعمه يقل السلام على عثمان ابن علي سمي عثمان ابن مضعون مو عثمان ابن عفان لا لي شعنده هذا هذا كان من الأثرياء والثري عادة إذا يكون إنسان ثري يبذل المال على الخمر على الفساد على الكذا هذا يقول والله لا أدخل فمي أو بطني شيئا يزيل عقلي إذا نشوف وين توصل بعض الأحيان الأمور إذا تصير أنه كيف أربي أبنائي كيف أربي نفسي وين أوصل لقمة الحلال إيش قدعتها تأثير لقمة الحلال مو معنى أنه ترى لقمة الحلال والله هذا خنزير وهذا لا لا جاءت امرأة للنبي صلى الله عليه وسلم قالت يا رسول الله لقد جئتك بطعام بطبخة طبختها بيدي والله كانت من كد يميني وعرق جبيني فإنها طعام لذيذ طيب حلال طيب قال أما الحلال فنعم وأما الطيب فلا قالت ولم يا رسول الله ليه شاء مو طيبة قال لأنك تأخرت عن صلاتك بسببها الطيبة تروح منها بتأخير الصلاة إحنا يا صلى ما صلينا يا بلاء اللي ما مسوينا بعض الأحيان هسا خلال تشوف يطبخ يسوي لأشي يو التلفون بيد يو الحاج بيد يو ما ذري شين بيد يعم هذه ما تصير هذه عدد تأثير اليوم تأثيرات النفس الإنساني عجيبة وغريبة هسا هناك تشفو هاي الغدة غدة الذاكرة يقلولها مثل الغدة الصنوبرية هذه هذه مخزن ما أدري عشر ملايين ميجا بايت تتحمل هذه بحيث يقولون إذا مليون إذا عشر منها امتلأ يحتاج إلى ثلثمية وخمسطعش أو خمسين سنة الإنسان كون واقف بس يفتح الصفحات ويقرأ يا الله يقدر يطالعها هاي الذاكرة اللي الله مطيك يا شو ما نحفظ حتى اسم ما نحفظ وكنا مبتلين شو الهلول اللي كان محمد تقل الهلول رحمة الله يا علي قبل كم سنة توفى قال لي بابا أنا ما أخذ الكتاب إلا إذا أخذته من بسملته حتى نهايته أحفظه حفظا لا أسقط منه حرفا قال لي وحدة منهم قال الأم والأبو عندها تأثير شقدم أذين أمهاتنا وأبهاتنا بعض الأحيان الأذية نقول يعني ضرب بعض الأحيان يعني صار لا لا بعض الأحيان الأم والأبو يحب يسمع صوتك يحب يشوفك يحب يشوف منك شفت شيء عجيب غريب زين لهذا درجة الإنسان بالجنة يقولون تتقسم درجة الأولى درجة النبيين على رأسهم محمد سيد الأنبياء والمرسلين الدرجة الثانية درجة الصديقين الدرجة الثالثة درجة الشهداء الدرجة الرابعة درجة الصالحين من كانت له ثلاث صفات فهو من الصديقين الصديقين ياهم علي بن أبي طالب الصديقين ياهم فاطمة الزهراء الصديقين ياهم مريم سلام الله صديقين ياهم الحسن والحسين الأئمة المعصومين ذول الصديقين يقول له ليس كل واحد يصير صديق ذولهم لأنه نازلين عدهم درجة عن محمد وإلا هم نفس محمد هم بطبق النبي صلى الله عليه وعليه سلم زين يقول من كانت له ثلاث صفات فهو من الصديقين الآية تقول يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين مو الصديقين الصادقين عندك درجة يا الله توصل لعد الصديق الصديق لعد الجام وما يصير الصديق كون كذبة وحدة ما مكذب الصديق كون ولا مرة ولا لحظة يقفل عن ذكر الله كون ما عندي شي الجماعة كانوا هم شربت خمر إلى الآخر الخليفة الثاني هو يكتب هو يقول لما يجيبوا اللي يقول أشوبوها بشيء من الماء ما عنده مشكلة بيت شي الأول هم نفس الشي مو أنه نريد نتحدى ونقول لا لا نريد نقول شين هيدنا إحنا ليش نقول أمير المؤمنين صديق وغير ما كو لأنه دور أنا وانت خلينا نكون محبين للصادقين الذين يتوصلون بالصديقين من كانت له ثلاث صفات فهو من الصادقين أو من الصديقين وهي الرضا بقضاء الله ترضى الله اللي قاضي عليك جايب إليك كنت ترضى لا تقول لا واليوم شوية إذا انحرف هاي مشكلتنا تركنها اليوم إذا تريد لك شي ما طوك يعني يعني كأنما أنا مستخدم ذول الأنبياء الأوصية الشهداء الصالحين الأمة تعالي الحسين وحياتك لو نقعد النبشان ويجون هم مولان خلي واحد منهم ساعة موسى على دقيقة يذكر ربا مشاخلنا وامورنا فالبلاءات عجيبة غريبة وذاك اللي إجأ لعد المرحوم العلامة بحر العلوم قال مولانا أنا رزقي مفقوذ وأطلع من الفجر للنجر مثل ما يقولون وما كو وأشتغل أجيب الشيء ما يروح مني قال يقعد يمي قد يطونك قال أنا والله يطوني تقريبا مثل ما يقول باليوم دينارين قال أنا كل ساعة من تقعد يمي أطيق دينارين قال ما أفعل قال لي بس اسكت قال مولانا بس اسكت إش لو أنا قال أنت اسكت وأنا أطيق وقبل لا تصير الساعة أطيق شال دينارين حط بإيدك قال هذا حسب أخماس بأسداس قام يضرب هذا بذاك إذا يومي أقعد سلام على السيد سلام السيد يقعد بالباب باب الحرام أخف واحد عنده مسألة أخف واحد عنده شيء واحد يريد يروح لعدة الشغل واحد بن واحد مزارع واحد ما أدري كل واحد مهنت وعلى مهنت لابس ملابس مهنت اللي موجود ويجي الإنسان يسلم ويطلع هذا مبين علي أنه مزارع هذا مبين علي عدة صنعة هذا مبين علي عنده كذا زين وكل واحد ماشي بطريقة هو صبر لشوية ثلاثة خمسة عشرة شاف لواحد يجي ملابس كل شرث فشال لفلوس الطهن للسيد قال مولانا تفضل هاي فلوسك قال لها ساذ بالله عليك هذا ملابس يعني يصير واحد ما يستغيب ويحك علي قال لشوف مشكلتك وين بابا لسانك لسانك حصانك انصنته صانك فبعض الاحيان نحجي هس بتحليل عندنا كل واحد صير محلل كبير عم انتش كذر دارس باي التحليلات لعدك يا وين يا جامعة خل الجامعة تعال لعد الدين التشريع ورأسا جبت لك واحد وذبحت جبت لك واحد وقصيت اغتبته ويعريت غيبة كله بهتان والعياذ بالله لهذا لما نأتي الى هذه الآياء ايها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين فنأتي نقول هذا الكلام موجود والانسان عند هاي الاشياء اكو من مثل او جسد هذه الآيات القرآنية او الآيات الكريمة يقول لك هو اللي يسد لكن لما تأتي وتحط النقاط على الحروف تشوف عندنا شخصيات عجيبة غريبة منها هذه الشخصيات السيدة زينب الكبرى سعه الله عليه السيدة زينب الكبرى قبل الكربلاء ما عندنا عنها شي قليل بعد كربلاء ما عندنا عنها شي لانه العمر قصير كان وين عندها هذه المرأة عندها بأيام كربلاء أيام كربلاء يم تنسي مع صوتها ليلة العاشر يوم العاشر ليلة الهدعاش واطلع اتعز وادها ليلة واكبر هم وغم في التاريخ يقولون لم يصل إلى اذا تقيس بالحسين يقول لك ليلة عاشر فهي اكبر ليلة واعظم ليلة لانها لاعظم يوم لكن بعد الحسين اكبر ليلة واعظم ليلة ليلة الحادي عشر على زينب سلام الله عليها دور عجيب غريب وراثتها استارثت من امها من ابيها من جدها المحيط اللي ربت بيه المحيط اللي تربت بيه محيط الوحي بابه الوحي لهذا ما يقول لك صغير مثل زينب لا يقول لك امش مثل ما تشوف اتخذ هذا الطريق رجال ونساء التربية تربية القرآن لا ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى تعلم وتأدب اديش كذر طريقة عجيبة غريبة هذه السيدة زينب عدنا روايات الخاصة عدنا رواياتنا الخاصة انه هذه سميت عقيلة بني هاشم ليش عقيلة ليش يقولونها عقيلة يقولون عقيلة يعني كريمة الال كريمة القبيلة يقولونها عقيلة لكن البعض يقول لا العقيلة الزينبية كنت اسمعها من ابن عباس هذه عقيلتنا انتبهوا قالوا لأ قول خديجة قال هي عقيلتنا قالوا لأ قول فاطمة قال عقيلتنا هذا اني ما عندنا مشكلة بيه ثم رجع قال لا فاطمة عقيلة رسول الله هذه عقيلة بني هاشم قالوا لأ شن هي عودة شن تريد تقول قال العقيلة هي هرم الجبل رأس الجبل يقل لها عقيلة عقيلة يعني رأس الجبل تلوذ به الضبا الغزال يلوذ به هناك حتى لا حد يتصيد إلا إذا أرادت أن تنخرم أو معها من جيلها أحد فالسيدة زينب لو لاها لما بقى للحسين أو لزين العابدين أثر وكان يحوط بها أكثر من ثمانين نفس من يتيم ويتيمة وأرملة وحجة وحجة الله الإمام السجاد عليه السلام عقيلة بني هاشم عقيلة هذا كلمة عقيلة لما يقال لها قالوا لزين وبعدها شلون ابتسم ابن عباس هذا مونسا عادها هذا ابن عباس يحتي حبر الأمة قال وهي عقيلة لكل من شايعنا ولكل من انظام من شيعتنا فالتجأ إليها فيراها الخيمة ويراها الأم هذا الإمام الحج سلام الله عليه يقول ما في واحد يقسم على الإمام الحج سيدي مولا يا أبا صالح المهدي أقسم عليك بعمتك زينب الإمام الحسين عليه السلام يا أبا عبد الله أقسم عليك بأختك زينب في ظهيرة يوم العاشر هاي الكلمة إلا ويقضي الله حاجتك شن هذا شسو ش إجيت شنط انطت عناوين عجيبة غريبة انطت أشياء عجيبة غريبة السيدة سلام الله عليها بحيث الإمام زين العابدين عليه السلام يقول بلقت الظروة الإمام زين العابدين يقول هذه عمتي في اليوم العاشر أو ليلة العاشر ما كانت تصبر فلما كانت تشوف أهله يطلعون ويطلعون وما عاد يجي تعلقت بالحسين شلون ما رادي يسكتها الحسين ما قدر من طريق العادي ما قدر يقول فأشار إلى قلب أخته بيده فهدأت وسكنت قال اصبري أخي وتعزي بعزاء الله قالت له أوعدك بالصبر إني صابرة لكن تسمح لي بالبكاء تدري البكاء يخف شوية ويضطاق للصبر فبك الحسين عليه السلام الإمام زين العابدين عليه السلام يقول بالكوفة لما وقفت عمتي زينب لما وقفت عمتي زينب فأشارت بيدها فرأيت يدها بإشارتها إشارة التصرف ما حد يقدر يحوس ما حد يقدر يتحرك وهذا نوع من العلم الإلهي اللي بعض الأحيان بعض الأحيان العرفاء عدهم هاي الأشياء ما تقدر تحتي معها ما تقدر تقول معها وذول بين الكوفة انت تعرف الكوفة كلهم كانوا عارفين أهل البيت مسلمين ما عدهم مشكلة يعرفون أهل البيت المشكلة وين المشكلة كانت عدهم خوف ضعف إيمان كان عدهم بخلاف الشام الشام ما كان عدهم معرفة بالإسلام ما كان عدهم معرفة بأهل البيت لهذا الخطب اللي تشوفها الإمام زين العابدين أو بنات أمير المؤمنين بنات الحسين السيدة زينب اللي خطبوا بالكوفة ما قالوا لهم إحنا أولاد كذا وأولاد كذا إحنا بنات كذا إحنا بنات كذا إحنا نحن بنات لا لا إجوا وضحوا أمور لكن بالشام ما سووا بالشام أنا ابن من ضرب بسيفين طعن برمحين الإمام سلام الله عليه أعطينا ستا فضلنا بسبع السيدة زينب أظن أنت يا يزيد حيث أخذت علينا أقطار الأرض وآفاق السماء فأصبحنا نساق كما تساق الأساق إن بناء الله هوانا وبك عليه كرام وإن ذلك لعظم خطرك عنده فشمخت بأنفك لكن وين الشكوى لما تجي السيدة زينب سلام الله عليها من تجي وتشتكي وين تشتكي زين وهاي الأشياء اللي تذكر بالكتب بالتاريخ بهجرتها هي قلبت الموازين كلها وبعض الأحيان الشخصية لما تبنى على حقيقة ولما تبنى بناء قرآني محيط قرآني يعمي دور القرآن ببيوتك ما فيك تقرأ دورة هاي الشي سمع على الانترنت خلو موجود على الكمبيوترات خلو موجود على التليفون خلو موجود عنده تأثير يقول واحد شايب ما يحفظ قرآن ابنة قال لبابا شل فائدة كل ساعة وتختم القرآن وانت ما تحفظ قال لبابا أخذ هاي السلة غسلها جيب لي بيها مي الطفل يعني يافع يفهم قال لبابا شلون قال لبابا جرب حد النهار راح ملاها وإيجا قال لبابا ما يوقف بيها الماء قال لبابا مرة ثانية ما يوقف الماء مرة ثالثة قال لبابا ما يوقف الماء إلى خمس مرات جابها وإيجا قال لبابا ما يوقف الماء ليش تدوخني وقال لبابا شلون كانت قبل قال لبابا ننقل بيها فحموا سودة قال لبابا قال هكذا القرآن يقسل درنا القلوب فاسمعوه فاحفظوه الشيخ المجتهدي رحمة الله عليه من العرفاء توفق قبل كم سنة الشيخ المجتهدي رضوان الله تعالى عليه ما كان أفلح من صلى على محمد وعلي محمد الشيخ المجتهدي من يدخل مجلس ويقرون قرآن يطون القرآن ما يقرأ قرآن وإذا قرأ القرآن فاسمعوا له وأنصتوا يقول حتى في قراءة القرآن بالمجلس أنت ما تقدر تقرأ قرآن لأنه يصير عندك إنصات للقاري وأنا أخشى إن قرأت القرآن خالفت الآية إحنا وين نقرأ قرآن قرآن يقرأ وإحنا مثل ما يقول لبنانيين إخواننا ندق حنك طحنك هاي المشكلة اللي يصير عندنا ليش لماذا لابتعادنا عن هذه لهذا السيدة سلام الله عليها زينب أول هجرة هاجرتها مع أبيها بعد الكوفة ورجعت رجعت ويامن ويالإمام الحسن ثم الهجرة التي تبنت الأفكار الزينبية الهجرة اللي طلعت مع الحسين من المدينة إلى مكة من موطن رسول الله إلى مولد رسول الله هناك كان تهديد بالمدينة على الحسين وبمكة صار تهديد طلعت وين هاجرت معه إلى العراق بالعراق شصار صار قتل صار شهادة من بعد أخذوها أسيرة ثلاثة أيام يعني بيوم الثالث من هجرتها من كربلاء أو بيوم الثاني لما وصلت لعد ابن زياد كيف رأيتي سنع الله بأخيك شا تقول له ما رأيته إلا ليش جميلة شاي شافت شافت تلاوة الحسين شافت الدماء الطاهرة شافت الجهاد النير وسبحان الله بكربلاء وين ما تروح لا تلقى أم الطفل إجت بيجت على طفلها السيدة مثلا ليلة على ما يقولون بيجت السيدة سكينة عدها هذه الوصية لكن ما في حركة من حركات الحسين أو من حركات كربلاء اللي عدها نضوب بالعالم الإنساني إلا وتشوف زينب في موجودة أخي إيتيني بقميص لا يرغب فيه أحد أخي ناوليني طفلي أخي أرجعيه للعباس يقلها يعني ماكو هي والحسين متشاطرة بكل شي هذا التل الزينبي مو يقولون نبنى شلون نبنى التل الزينبي حسين هناك يحفر يم المخيم أخي شايف المخيم وشايف التل الزينبي وناس عطاش وذول الأصحاب كون يجهزون لعد خطط يقولون مشي له التراب سووا تل هذا التل مصنوع من يد الحسين وحفر ومجيء التراب من هناك إلى هنا زين ليه أشبوية لأنه هنا هنا فيه لقاء أو فيه صوت الوحي من أختي زينب يقعد هو يشيل هاي الشوك يشيل الكذل اللي يجي ويهي التراب يقولون لا أتأمرنا يقولهم لا هذا عملي أنا ليه أشي تشيلهم العباس يقول بيهم يقولون جعفر يقول يقول ل يقول ل لأنه زينب تأتي حافية أشيل هذا صعدت على التل وصاحت إن كنت حيا فأدركنا فهذه الخيل قد هجمت علينا زين لهذا هاجرت معه سلام الله عليهما وتشوف يقولون أكبر شيء نزلت وكل مرة كل إنسان كل إنسان كل شريف كل أبو كل صاحب بيت يكون يشوف هاي الكلمة أو يسمع لها حينما كلمت يزيد ما قالت لردنا لعد وطن جدنا للحسين قالت لردنا إلى وطن جدنا قالها هيها لو ترك القطى لغفها ونام أينما أذهب يأتون إلي ما يتركونني زين لكن لعد يزيد لعد يزيد فرد شكوى تبديدية فرد شكوى ضربات عجيبة قريبة يمين وشمال ضربته أمن العدل يا ابن الطلقاء تخديرك حرائرك وإماءك وسوقك بنات رسول الله سبايا قد هتكت ستورهن وأبديت وجوهن شوف وين ضربت الله أيها المؤمن أيتها المؤمنة أيها الأخ الكريم تريد الصير أنت في هذا الباب وتريد الصير مع الصادقين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين شوف الله وين معها هذا الصادق هذا ليعبر عنها الإمام المعصوم بالصديقة الصقرة لأنه تسبقها أمها سلام الله عليها لهذا أكو روايات عجيبة غريبة في السيدة زينب بكربلا وخارج كربلا هذا يقولون لما الإمام السجاد عليه السلام وقع حصر عاشوراء ما لي أراك تجود بنفسك يا بقية الماضين صاير وإمام معصوم يقلها لقد رأيت رأس أبي ورأيت ما جنوا على خيامنا فبكت وبكى قالت نعم هذا سمعته سمعته جابت لرواية أم سلمة لما تسأل أبوها شي قلها يقولها اذهبي إلى أم سلمة تجلعد أم سلمة شيد قلها أم سلمة تضطيها توضيح لعد كل شيء لكن هي فرد نوب هي فرد نوب قريب من الكوفة وإذن بها فقدت قواها لما فقدت القوا إجتها سكينة إجتها أم كلثوم أخي عما ما بكي قالت أنبئت بكل شيء لكن بهذا الشيء اللي أشوف يذكرها المرحوم المجلسي رحمة الله عليه زين ويذكرها صاحب ناسخ التواريخ رضوان الله تعالى عليه يقل له كل شيء شفت لكن أكو هس حادث حدث ما كنت متصورة قالوا وأي حادث قالت أن ينشر رأس الحسين برأس رمح ويطاف بين النياغ حتى يحرقوا قلوبنا لكي نصرخ فيسمعوا الناس أصواتنا وبكت هذه سيدة الجليلة ونحن في مصائب كثيرة نلوذ بكنفها زين يقول عاد هذه الحالة التي أوقعتها من ناقتها أو راحت القوة والطاقة منها راحت فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن يلوذ بكنفهم وأن يوفق في خدمتهم يقول بعض الرواة لما ولدت فبكى عليها رسول الله يا رسول الله لما تبكي فرحا أم حزنا قال أبكي عليها لما ترا مما يجري فبكت فاطمة وبكى أمير المؤمنين احتضنغ الحسين قال إن أختي ليس بغشه فما يبكيكم بكى رسول الله بني حسين ستنبع عن قريب ما يجري عليك وعليها يا رب آه 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 أنا اللي شفت نار لا تش نار شد من نار سيدتي وعندنا هذه الوالدة العداء حزتنا حز علي ناصر بكنفك عدنا شهداء الأخير ذول اللي استشهد شهداء الحشد الشعبي شهداء أنا في كل أموات نا زي أموات الحضور كلهم بكنفك إذا يبكي عليك رسول الله في ولادتك زي فكيف لما يشوفك بهذه الحالة أنا اللي شفت نار إلا تش نار أشد من نار نار الحرقة خيامي أو نار حرقة باب الدار أنا أمي الخدير زينب وأنا اللي في جعن البين ها كنتم حير في دنياي وأنا اللي شفت تشتير شبد الحسن واحد بي واحد بي عراس حسيا شبد الحسن واحد بي واحد بي عراس حسيا وسهام الدغار قلبي فقد حسيا صام أنا 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 والخدر زينب البحل صرت مفجوعة أنا شاغد تشفي للعباس مقطوع أنا الشفت خي حسيا من الظلم وظلوح والله أنا الشفت خي حسيا يويل ورض وظلوح أولى ظلم على واحد يجي أمي وحشما أنا اللي وقفت مرتين والمرتين آذني والله وحده بمجلس بن زيا عاد متشمت نشد عني نشد عني وحده بمجلس الشامات وذي تزيد توني ونشفت راس حسيا بعصا يزيد أخذ من ها 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 يا يما يا يما تعالوا شوفوا الحسي يا من هرد مني مني الأخم قطع تشف لما رجع إليها بأبي وأمي شي قلها ها شح لتش يزين من رح تيم لقيت أم الزج عنده أم وشوف أم بخي حي المهتم تش تش جرح وتقب لو نوبل تش شم اللهم بفاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستهدع فيها صل على محمد وآله وحشرنا في زمرتهم ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أبدا أرنا الطلع الرشيد والغر الحميد وكحل نواضرنا بنظرة منا إليه عجل فرجة سهل مخرجة أوسع منهجة اجعنا من أمصاره وأعوانه والذابين عنه والمستشهدين بين يديه اللهم إليك أفضت القلوب ومدة الأعناء وشخصة الأبصار ونقلت الأقدام وأنضيت الأبدان اللهم قد صرح مكنون الشنآن وجاشت مراجل الأضغان اللهم إنا نشكو إليك تشتت أهوائنا وكثرة عدونا وقلة عددنا ففرج عنا يا رب بفتح منك تعجله ونصر منك تعزه برحمتك يا أرحم الراحمين إلى روضة شهدائنا مما تعالى الولاية شهداء الحشد الشعبي وضيوفهم وخاصة إلى روح المتوفاث والدة الحاج علي ناصر وإخوانه الكرام نسأل الله أن يتقمدها برحمته الإخوة الحضور اللهم احفظهم في بيوتهم في عوائلهم في بلدانهم في حسينياتهم في مراكزهم اللهم نسألك وندعوك حفظ مقدساتنا خاصة في النجف في كربلا في الكاظمين في سامرا في العراق في لبنان في إيران في أفغان في الخليج في الحرمين الشريفين في كل مكان من له حاجق لدنا الدعاء شفاء المرضى فك الأسرى وإلى شرف سيدتنا الصديقة الصقرة زينب الكبرى سلام الله عليها وجميع من مات على الولاية رحم الله من يقرأ الفاتحة تسبقها صلى الله عليه وسلم على محمد وآل محمد